السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو يا بناي تعامليني يا رب تكونوا بخير. اه من اخر مرة سبتوكو فيها كان في ميدان اسمع عليها مصر الجديدة. اه هنكمل بقيت فيديوهاتنا في المكان ده عشان اغطت لكم منطقة مصر الجديدة كلها. بصوا يا جماعة هتنزلوا محطة الاهرام. متر الانفاق محطة الاهرام. هتتمشوا الشارع ده عند اه اه صلاح اللي هو ميدان صلاح الدين عند محل الظهور ده. هتعدوا الشارع الناحية التانية. انا كل ده باوصف لكم المحل الجديد. اه اللي انا اكتشفته لكم. اه بالاسعار اللي اللي حطتها التخفضات فيه. شايفين الرصيف اللي عليه فرس المجوهرات ده? عشان احنا هنمشي على نفس الرصيف ده القدام. ووصف ده اللي جنبه. وقوبه هو. بتاع النظرات. هنمشي على نفس الرصيف اهو القدام علي منا. هنلاقي المحل في وشنا. المحل ده اسمه بافلي. بمكتوبة هو عليه بافلي. اطفالي وحريمي ورجالي. القطن المستورد. تمام? تصديره اقطع. بصوا بقى العروض اللي عاملها ايه الموجودة? عرض خاص. خمسة وستين بدل تسعين ده بولو شير. حاج اسمها بانطالون كاروهارد. سعر القطعة بخمسة وسبعين جنيه. اشتري اتنين قطعة بمية وعشرين جنيه. شورت بنتن اطفالي. سعر القطعة ستين جنيه. اشتري عدد قطعة بمية جنيه. وده رقمهم على الهوتلاين. عشان لو اي حد عايز يكلمهم. وده بتاعهم على الفيسبوك. تمام? بولور كالي. ماركة آآ ده سعر القطعة مية وعشرة. اشتري اتنين قطعة بمية وتمانين جنيه. طبعا الحاجة دي رجالي. بوكسر رجالي. ماركة تكس. سعر القطعة مية آآ تلاتين جنيه. اشتري اربع آآ اربع قطعة واحصل على قطعة مجانا. انا كل ده اعرفكو بس الاعلانات اللي برا اللي حطناها على الجيبة حريمي ماركة. دي فاكتو. سعر القطعة مية وعشرين جنيه. اشتري اتنين بسعر كام? ميتين جنيه. تمام? بانطلون بنتن. بناتي سعر القطعة تمانين جنيه. اشتري اتنين قطعة بمية واربعين جنيه. كل دي العروض اللي هو عاملها. ده الجير الحاجات اللي طبعا اللي موجودة من جوة. مش كل حاجة طبعا هما كانت بينها. شكل المحل هو من برا يا جماعة. هتنزلوا من محطة الاهرام. هتتنشوا عشر دقايق بالزبط. بالزبط عشر دقايق. تمام? آآ عند محل بوفلي هو يا جماعة هو مكتوب عليه. اقطان حريمي واطفالي ورجالي كل الاعمار. آآ بالنسبة للتشيرتات الحريمي دي الحاجات اللي عنده بخمسة وتلاتين جنيه وفي حاجات بخمسة واربعين جنيه. زي ما انت شايفين الحاجة اللي موجودة هناك في سكوزا قطان. الشميزات الطويلة الحريمي بخمسة وستين جنيه. والكروهات برضو اللي تحت. البناطيل عنده آآ في آآ عاملين عرض خمسة وتمانين جنيه. وخمسة وستين جنيه. ومية وخمسين جنيه. البناطيل الحريمي وعنده الحاجات دي في منها تمانين جنيه اهو واربعين جنيه وخمسة وسبعين جنيه. زي ما انت شايفين التشيرتات اهي. ودي كل التشيرتات عنده بنص وعنده كل من لقطان. والحاجة بتاعته خمته في سكوز واقطان بس مش كلها بس اغلبها. اغلبها في سكوز واقطان. آآ زي ما انتو شايفين الشميزات والبلوزات خمسين جنيه. البناطيل الجنس مية جنيه وعنده بناطيل بخمسة آآ وتسعين جنيه. كل الوان وكل المقاسات. البناطيل الشروال. آآ بصوا السعر هنا كنت بحاول اطف الفلاش بمية وعشرة. آآ في آآ دي عنده المقاسات المحيرة وفي البناطيل الرياضية بخمسة وتسعين جنيه. اللي حاجات اللي قالت البنت اللي كانت بتسألني على الحاجات اللي فيها ملابس سبورت. للجيم وآآ تنفع معيها. والحاجات اللي كانت ميهات بقى الحريمي والاطفالي والآآ والرجالي برضو متوفر عندهم هناك. آآ بصوا يا جماعة البناطيل اهي. اللي هي الشروال. والبناطيل العادية. يعني آآ كل حاجة هناك عايزة اقول لكم بصوا السيل من من خمسة وعشرين جنيه الى اربعين جنيه. السيل. البلوزات اللي زي دي بخمسة وستين جنيه. اللي هو الشميزات. تمام? آآ دي جيب بمية خمسة وسبعين جنيه. طبعا هتلاقوا اسعار متفاوتة في حاجات كتير بينه بين السلام يعني. تمام? مش هتلاقوا آآ يعني كل مكان هتلاقوا فيه الرخيص والرجالي. بس المكان اللي انا بصوره ده هو والتلات اربع محلات الجايين كمان هتلاقوا فيه الحاجات رخيصة جدا خمسة وخمسين جنيه. سعر البادي الرياضي. البادي الرزبورتي ده بخمسة وخمسين جنيه يا جماعة كله. دي المجموعة اللي عندهم فيها. والبناطيل والميوهات اللي هي من سن سنة لحد سن سبع سنين للاطفال. حاولت ادخل جوه عشان ما مر دايق جدا فحاولت ادخل لك على قد ما اقدر والله. سعره ستين جنيه. في حاجات كان سعرها ستين جنيه. البنطلون ده. ده كان وان تو بيس. بمية وخمسين جنيه. الميوه كان قطعتين كان تو بيس. كانوا في بعض كده شبكة. بمية وخمسين جنيه للبنات بقى. آآ اللي اعمارهم مثلا تمان سنين وعشر سنين. دي كان في حاجات بمية وخمسين وفي حاجات بمية وعشرين دي الميوهات. آآ اللي هي البنات. في ميوهات اللي هي الولادي من سن سنة لحد حين ما يصرها. يعني لحد ما شاء الله ما ما رجله تشيله من على الارض ويشخط في مامته ويزعق. عشان ببغز قوي من الاشكال دي بلقاها كتير قوي في الشارع ببعايزة مسكوا محرقهم والله. الام تربي وتتعب وفي الاخر هو يطلع كده رجله تشيله شوية. يبقى زعت القاهرة الكبرى. الله يكون في عون الام هات وحات ربنا كلها. بالزات اللي بتربي شباب. بصوا يا جماعة دي من ضمن التشيرتات والحاجات الاسبورت. اهيت دي برضو. الشورت ده برضو. هتلاقوا كل حاجة متقسمة في الركنية بتاعتها. المكان الاسبورت ده. خمسة وخمسين جنيه الشورت ده اهو. شورت ركبة. لحد الركبة. والمكان البناطيل برضو الاسبورت. عملة خمسة وسبعين جنيه البنطلون. في بافلي. على فكرة هتلاقوا في اخر الفيديو ان شاء الله الفروع بتاعته كلها. لان هو ليه فروع كتيرة جدا في القاهرة. وخبر صار بقى لجميع المشاهدين عندي لبرا لبرا القاهرة كمان. بصوا جماعة البنطلون ده مقاسات البيك سايز. عشان الناس اللي كايب بتدور على البيك سايز. عندهم مقاسات البيك سايز كمان. على فكرة عندهم فروع في القاهرة وعندهم فروع في اسكندرية. وفي اخر الفيديو هتلاقوني مصورا لكم الورقة آآ الشنطة اللي مكتوب عليها الفروع بالارقام بالعنوين. ابقوا سجلوها بقى في اخر الفيديو. عشان بس اللي بتسألني بعد كده طب ملهوش فرع تاني طيب آآ ارقامهم موعدهم كل يوم ما بيقفروش من الساعة 11 صبح ال 11 بالليل. دي حاجات الاسبورت ايه كلها. طبعا ارخص محل بوفلي. ارخص محل بوفلي هو المحل اللي انا هصوره وورا ده على طول برضو. هم يعني من ضمن ارخص محلات مصر جديدة. ومصر كلها. معروفين بخامتهم واسعارهم وقطنهم. تمام? بس انا لو الميو الشرعي ده 150 جنيه. ده ميو الشرعي. ده مقاسات. في منه مقاسات. ده 150 جنيه الميو ده وخامته نعمة جدا. عشان الناس اللي هتقولي ده ممكن تقول خامته يعني مش كويسة اقولها خامته نعمة جدا. اه ده البنت لندن مية وتسعين جنيه مقاسات خاصة مقاسات كبيرة. وجبتلكم برضو في الفيديو ان شاء الله اللي بعد ده على طول جبتلكم برضو مكان فيه المقاسات الخاصة الكبيرة عشان ما تلفوش عليها. ده سيل اه ع خمسة وعشرين جنيه اي شرط والشرط اللي لقيته متبطن من جوة. يعني لقيت الشرطات دي كلها اصلا. اه الرجالي متبطنة والشبابي متبطنة اصلا من جوة. وكل الاشكال يعني لقيت اشكال هناك تحفة جدا. بصراحة. رزقهم واسع يعني في الموضوع ده. احنا بقى اللي بنقعد نبرم عشان نلاقي حاجة تليق علينا على مقاسنا وزقنا. عشان كده لنا الجنة ان شاء الله. ربنا برضو ما عملش الجنة تحت اقدام الامهات من فراغ والله. من العصر اللي بنتعسره. شايفين? عايزكوا بقى تكتبوا لي الكومنتات اه اراءكم في الفيديو. مين راح اشترى? مين راح? مين لسه مراحشي? اه عايزين ايه الحاجات نصورها? انا فاكرة كل واحدة طلبة مني انا عارفة. اه ان شاء الله اكون مغطية لكم الشهر ده كل الميوهات والحاجات ارائي في المصايف يعني والاماكن ببعين اللي انا حجوزات سياحية يعني. هقول لكم ارائي ايه في الاماكن اللي تروحوا تصيفوا فيها. وطبعا مرصة مطروح ومرصة عالم جميلة جدا يعني عشان تبقوا عارفين بس من اجمل الاماكن ورخيصة كمان في السعر. حلوة. اه سعر البنطلون دواد مية خمسة وستين بنتلون سبورت. دي يا جماعة تشكيلة يعني بجيب لكم بس صور مجمعة كده للمكان عشان المكان كان زحمة جدا ما كنيناش عارفين ناخد راحتنا شوية في التصوير. فحاولت اللي انا قدرت اصوره فيديو صورته. اللي ما قدرتش اصوره فيديو بقيت اصوره لكم صور. وسبت لكم الصورة شوية الوقت معين عشان تتفرجوا على التفصيلة. والشكل الدزاين والا وكمان البنطيل. البنطيل بمية جنيه وفيه عاملين عرض على فكرة بخمسة وتمانين جنيه وخمسة وتسعين جنيه. دي بالنسبة للبنطيل للرجالي والحريمي. وكمان دور الرجال يعني انا صورت في الفيديو ده حريمي واطفالي ورجالي. عشان كده اكون غطيت كل المكان ده بكل حاجة باسعاره بخماته بكل اللي موجود عنده. عشان الام او البنت اللي بتتفرج تبقى عارفة تقول لاخوها او تقول لامامتها عشان تروح تشتري معاها. وهتلاقوا في اخر الفيديو يا جماعة ما تنسوش اصبروا الاخر الفيديو عشان تاخدوا الارقام التليفونات وتاخدوا العنوين بتاعت كل منطقة سكنية انتو فيها. عشان يعني ما ما تضربوش مشوار لحد مصر الجديدة مخصوص عشان تجيبوه من عنده. فاهمين ازاي الحاجات دي بجامات حريمي لقيتها هناك برضو بمية وتلاتين جنيه. آآ البناطيلة هي جماعة اللي هي في السنة المحير كانت بخمسة وتمانين جنيه. البناطيل اللي هو السنة المحير الولادي. وفيه كمان البناتي. كل المقاسات. وعندهم بروفة طبعا. زي ما انتم شايفين البناطيل اشكالها هي. وعندهم الميوهات اهو اللي هو اللي هو قطعة واحدة. زي ما انتم شايفين. بما ان بقى النت رجع لنا الحمد لله باركلنا يعني. ههريكم فيديوهات بقى. هجمعتلكم شوية فيديوهات طحفة جدا. هنزلها لكم ان شاء الله كلها النهاردة عشان تلحقوا تشتروا. وتلحقوا السيل. آآ ودي مجموعة طبعا التشيرتات اللي هي سن المحير. بخمسة واربعين بخمسة وثلاثين بخمسين جنيه بخمسة وخمسين جنيه. كل حاجة وسعرها وسنها يعني. حبيت برضو يعني اثبت لكم عليها شوية عشان تبقوا عارفين اللي موجود في المحل بالالوان بتاعته. والخمات اقطان طبعا. لانه اصلا اسمه محل تصدير يعني اقطان. فهو اصلا يعني خماته اغلبها اغلبها. يعني خمسة وتسعين في المية المحل اقطان. حريمي والرجالي واطفالي. ده كمان آآ شروطة. لقيت في شروطة صغيرة كده المقاسات الصغيرة وبناطيل. اقطان بخمسة وتلاتين جنيه. وشايفين التشيرتات الصغنانة دي. لقيتها بخمسة واربعين جنيه. وفي منها احجام كبيرة شوية بخمسة وخمسين. آآ بس هما كل يوم بينزلوا اكتر كمان في السعر يعني عشان تبقوا عارفين. آآ بالنسبة بقى للحاجات البيتوتي دي. الناس اللي بتحب اللقطان وتحب تقعد بالحاجات دي. انا لقيتها هناك بس اسعارها ما عجبتنيش بصراحة. آآ وفي منها ممكن اللي هتلاقوه ناسب. يعني لقيت منها بمية وخمسين جنيه. وآآ لقيت منها بمية خمسة وسبعين جنيه. فاللي هتشوف نفسها ان هي مناسب سعرها بالنسبة لها براحتك. بس انا انا بحب دايما انتو عارفين بجيبلكو آآ الرخيص بس اقول لكم على حاجة. انا دايما بانتقد الاصعار بس لما بلاقي الحاجة كويسة يعني في منهم يعني معظمهم آآ لقيت منهم مجموعة اقطان مية في المية. لا تستهل وخمسين مثلا. بس لو روحت اشتريتيها مسلا من النور والتوحيد او التوحيد والنور. آآ هتلاقي الاسعار ارخص من كده. يعني ارخص من كده مسلا بخمسين جنيه تلاتين جنيه عشرين جنيه كده يعني فهمها? يعني ما تستهونوش بالتوحيد والنور. عندكم السيل برضو ده على الدرسات دي عشرين جنيه. الدرسات دي عليها سيل عشرين جنيه. متعلقة اللي هي متعلقة عليها الورقة دي. الدرسات البناتوتي بقى كلها. الامهات بقى تنزل تشتري الحاجة بناتها من دلوقتي بتاعت العيد. فرصة. تشتري من دلوقتي حاجة بناتك وولادك وحكتك وحاجة جوزك من دلوقتي. هيبصوا ركزتلكم برضو عليها شوية. ودي برضو حاجة السبورت ودي الشروطة كلها اللي هي بتاعت البنات. وبناطيل برضو البنات. يعني الحاجة بدرجاتها ورد بنطلون ده لو انتم شايفينها الازرق اللامق والفاتح. والشرطة السغننة دي. يعني هتلاقوا كل اعمار عيالكم هناك. كل الاعمار. زي ما انتم شايفين بصوا. من شروطة بقى التشرتات الدرسات. اللي ههدون بيت. يعني ترنجات او متوفر برضو. اللي بتجاهز بقى يعني تروح تلحق لان في ترنجات هناك اسعارها تحفة جدا. والخمة بتاعتها اقطان. انا برشح لك المكان ده تروح تجيبي بيه حاجتك تجاهزي. لان انا لقيت اه في اكتر من محل. الاسعار طبعا ضربة. طبعا مع اختلاف في الماتيريال واختلاف في الاا يعني في الاستراض نفسه يعني. بس انا شايفة ان حاجته بصراحة تحفة جدا في الترنجات كانت سعرها بالنسبة اللي برا معقول. وخمتها طبعا تحفة. اقطان جميلة جدا. بس الحاجات اللي زي كده كانت بخمسة وتلاتين جنيه وبخمسة واربعين جنيه وبخمسة وخمسين جنيه. اه انا عايزاكم بس تصبروا شوية لحد ما تتفرجوا على بقية الفيديوهات اللي انا هنزلها ورا بعضيها دلوقتي. عشان هتلاقوا حاجات اصعارها اه اقل من كده. في محل تاني. وفي محلين تاني. فانا عايزاكم تاخدوا من كل محل اللي نزمكم. يعني مسلا لو لقيت محل الاطفال اللي انا مصورها بعد ده ارخص من ده اشتري من هناك. لو لقيت ده فيه حاجات ارخص حلوة والتاني في حاجات ارخص في حاجات معينة يبقى اشتري كملي كمالة. يعني كملي من هنا شوية وهنا شوية عشان تكون استفدت بالعروض كلها. فهم ازاي? ده السل اه ستين جنيه اهو. البناطيل وخمسين جنيه البناطيل البناتي. البناتي يا جماعة عمر اه تلات سنين وسنتين ولحد عشر سنين. الحاجات ديت اه بيبهاتي. لقيتها في حدود حاجات وخمسين كده. بس فيه ارخص منها عند جاد غنيم وبيبه. لأ بيبه ما عندهوش اطفالي اه بيبهات. جاد غنيم اللي في ركسي في شرع العاموسيس. اه مع تقاطع بوترس غالي هو ده جاد غنيم الوحيد اللي عنده اسعار جملة بتاعة البيبهات. وعنده حريمي واطفالي ورجالي. انصحكم بالمحل ده. لازم تشوفه فيه. تحفة. احاول احط لكم الانكات المنطقة كلها اللي بتاعة مصر الجديدة في الجروب بتاع الواتساب. الحاجات دي عليها خمسة وتلاتين جنيه سنة البناط كلها. من عمر تلات سنين لحد عشر سنين. عايزة احط لكم في الجروب اه اه احط لكم الانكات كلها بتاعة مصر جديدة. بتاعة الهدوم كلها. وابتاعة المستشفى وبتاعة كل حاجة يعني بحسرة تنزل للمنطقة دي تبقى عارفة يا ري حتشتري ايه. ده برضو الشروطة دي خمسة وتلاتين جنيه. آآ ان شاء الله هنزلها لكم في الجروب وهحط لكم رقم الجروب في في الكومنتات. عشان خاطر اللي عايزة انا هنضيفها. التشرتات دي بخمسة واربعين جنيه. التشرتات دي بخمسة واربعين جنيه اهي. اقطان طبعا كلها. اصبري ما تستعجليش وتفرحي بالحاجة عايزك تتفرجي على كل فيديوهاتي الاول. وبعدين تكراري عتروح تشتري من فين? ومن عندي مين? انا عارف ان الحاجة تحفى والخيصة وسعرها مناسب بس فيه ارخص منها انا لقيتها. في محلين تاني. فصبري اتفرجي على التلات محلات الاخرى اللي انا صورتهم دول. آآ وبعدين ابقي قراري هتروحي لعند مين الاول? لو هتاخذي رأيي تنصحك بايه? لو 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 حريمي? لو انت هتروح تشتري الحريمي ليكي? لا يبقى انت تشوفي عندي عندي بيب وجات غنيمي الاول اللي هو في شارع ابو طرس غالي تقطع رمسيس. تقطع شارع رمسيس. وبعدين تروحي عند محل نيويورك. وبعدين تطلعي على المحلات دي. اللي في شارع عثمان ابن عفان. اللي في شارع عثمان ابن عفان. يعني بينك وبين المحلات دي كلها عشر دقايق. مش كتير. ده رأيي. لو هتشتري حريمي. لو هتشتري اطفالي. وارجالي نفس 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 الترتيب. اشوفي برضو عندي جات غنيمي الاول عشان عنده هو الشبابي والرجالي. لكن بيبو ما عندهوش. الحاجات دي مية وتلاتين. وبجامات منها بمية وخمستاشر. اقطان. خامتها اقطان مية في المية. انا مسكت الخامة ولاقيتها اقطان مية في المية. بصوا. البجامة دي سعرها مية وتلاتين جنيه وخامتها اقطن مية في المية. بنصحك تشتري من عنده اه المقاسات كامل. مقاسات مية مولارج واكس لارج. وفي اتنين اكس لارج. البجامات دي في منها لحد اتنين اكس لارج. بس البجامات دي يا جماعة آآ اللي هي دي بس الاستيالات اللي موجودة. وهتلاقوا الاستيال اللي هو مكتوب عليه لاف 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 ده. واستيال تاني روس كده مش حاجات كتيرة يعني مش حاجات كتيرة اتنقوا منها. اشكال معينة. بس انصحكم برضو تشتروا منها. لان حاجته اقطان وحلوة ورخيصة وسعرها حلو. سعرها حلوة خامتها وامتازة. وعنده منها آآ ده برضو بصوا البجامة دي مية وثلاثين. طحفة جدا برضو. طحفة جدا. فمش كله هتلاقوه حكتو ضيع يعني. مش كله هتلاقوه كده. ده برضو في منها مقسات. وفي بجامة تانية مية وتمانين جنيه. زي ما انتو شايفين او? بصوا بقى. العرض ده بولو تشرتات بولو كلها بدل تسعين جنيه بخمسة وستين جنيه. كل المقسات يا جماعة عشان هتقول لي لي طيب طف في مقسات لحد تو اكس لار او مقسات خاصة هقولك او في مقسات خاصة عندهم. في مقسات خاصة في الحريم والرجالي. وفي الاطفالي برضو في مقسات كبيرة. والخامة اقطان طبعا. الخامة طبعا اقطان. وانا حاولت اركز شوية على الصور. يعني صورتها لان كان الموبايل خلاص يعني بيهنج من كدر التصوير. فحبيت اصورها لكم افضل من الفيديو عشان خاطر اركز لك على درجات الالوان المتوفرة هناك عندهم. والشكل في الصورة بيكون برضو احسن من الفيديو لاني بيفضل فيديو يتهز من ايدي. يعني الموبايل يتهز من ايدي فما بعرفش اللي انا اخد لكم صور كويس. اسود واحمر وتركواز. بصوا باربعين جنيه بدل خمسة وتمانين جنيه التشيرتات دي. ويا جماعة في مقسات خاصة في مقسات كبيرة والله انا شفت ده بعينيه. مقسات الرجالي في البناطير والتشيرتات والشرطة فيهم مقسات كبيرة خاصة. وده الحاجات دي سعرها ربعين جنيه. فيستحسن ان انتو تروحوا تلحقوا العرض. يستحسن. عشان خاطر الاسعار دي مش هتلوها في اي حتة تاني. انا لفت عشان عشان اجيب لكم ارخص سعر واجوة خمسة ملقيت شجر عند بافلي. ومحل التاني. يعني المحل التاني اللي انا هتكلم فيه. عاملين عروض وهمية. وهمية بجد. وخمتهم تحفة جدا. سواء في الحريمي او الاطفالي او رجالي. على طول انصحكم بيها ووصيكم بيها يعني. آآ بافلي لدي لفروح كتير جدا. وآآ عندكم آآ كمان المحلين التاني اللي انا هتكلم عليهم بعد الفيديو ده. هقول لكم برضو فروحها ايه وآآ مش هبخل عليكم يعني في المعلومة. واللي عندها ايه استفسار تكلمني على كومنتاته. وده باربعين جنيه التشرتات دي كل الوانها هي. باربعين جنيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا رب تستفيدوا وما يدعش مجهود يهضر. آآ السيلة هو. يعني الحاجات دي بخمسة وستين جنيه بدل مية وعشرة. ويا رب نقدر نكون وفرنا لكل مواطن. وكل مواطنة. يعني بتعاني من الاسعار. ومرتبها الف ومتين جنيه. ولا يوميته تلاتين جنيه. ولا خمسين جنيه. والله ما تستغربوش. لحد الوقت في الناس بتاخدوا المرتبات دي فعلا. آآ يا رب اكون يعني قدنا رسالتنا قدام الله سبحانه وتعالى. وقدنا رسالتنا بامانة قدامكم. وآآ فضلا وليس امرا. آآ شير للفيديو على قد ما تقدروا. وكل فيديوهات القناة عشان تساعدوا بيها الناس المرتباتها يا جماعة مش مقضيها حتى تاكل عيش حاف. يعني يا دوبة وتكفي مواصلتها وتكفي حتى زجانتها هتفطلها حتى تلقوا معايشة على ترقية العايشة على زيادة. فلو سمحت يا جماعة يا ريت نساعد بعض. وادل على الخير كفاعله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ادل على الخير كفاعله بدون ان ينقصوا من اجره شيئا. فيارت يا جماعة كلنا نساعد بعض. وكلنا نوصل للمعلومة البعض حتى لو انت مش عايز تشترك او انت مش عايز تشتركي انا ما بطلبش منكو اشتراكات انا بطلب منكو تشيروا الفيديوهات عشان الناس تستفيد. عشان الناس اللي بتعاني من الظروف معينة مش هيخبطوا على بابكو وقولوكو حصيحنا بنعاني ولا هيمد ايديهم. فيا ريت بعد ازنكم. يا ريت بعد ازنكم. فضلا اللي انتو تشيروا الفيديوهات. على الفيس على الواتساب على كل مكان انتو بتستعملوا في السوشال ميديا. وتعرفوا الناس بالقناة عشان الناس اللي محتاجة ده تدخل تتفرج وتروح تشتري من الاماكن دي. لان احنا بنشتغل عشانهم هما. مش عشان اي فئة تانية. احنا بنشتغل على الخمسين مليون مصري التعبان او الخمسين مليون مصرية والطفل المصري والراجل المصري التعبان في حياته. ان هما اصلا يعني فلوسهم يا دوبك يا دوبك ده ايزا كفتهم يعني. لحد اخر الشهر. ومتشكرة جدا لكل من وقفوا جنب القناة ودعموها. وشكروا فينا بامانة الله. ومتشكرين جدا وجزاهم الله كل خير من كل من راح اشترى وقال على الكومنتات كلمة بما يرضي الله. وحاسبي الله طبعا ونعمل وكيل في كل من بيعمل بلاجات في القناة. سواء من القنوات الكبيرة. عشان نسبة المشاهدة طبعا اللي بتتكد منهم دلوقتي. او من اي حد تاني بيكره النجاح لجيره سواء احنا نعرفه او ما نعرفهوش. عموما ربنا ايه? ان ربك لب المرصود. وكل واحد في الاخر بياخد حزابه. اه دلوقتي دي الفروعة هي. بتاعت كلها في جرس السويس. شارع اربعة وتسعين جرس السويس. امام عمرات المريلند. ورقم تليفونهم اهو. مصر الجديدة تمنتاشر شارع عثمان ابن عفان. ميدان صلاح الدين اللي انا كنت بصوره دلوقتي في. وعندوكم مصر الجديدة برضو تاني. فاربعة وسبعين شارع عثمان ابن عفان ميدان سفير. وفي الزتون واحد اه تمانية واربعين شارع سليمي الاول. ومدينة ناصر تمانية وستين شارع عباسر عقاد امام كويدر. واسكندرية واحد اربعة وتمانين شارع عمر لطفي الابراهيمية. واسكندرية اتنين واحد وعشرين شارع الاجاتيه الابراهيمية. والاسكندرية تلاتة تلتمية واربعين شارع جمال عبد الناصر ميامي ومدينة نصر 34 شارع البطراء